موسيقى موجز لأهم الأنباء أعلن التلفزيون الرسمية السورية الخميس أن هجوما إرهابيا بمسيرات محملة بذخائر استهدف حفل تخرج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص مخلفا سقوط عدد من القتل والجرحى دون ذكر حصيلة الهجوم وأكدت وزارة الدفاع السورية أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة سترد بحزم على التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة على حد وصفها وشددت الوزارة في بيان لها أن المخططين للهجوم الإرهابي سيدفعون الثمن غاليا استشهد الخميس شبان فلسطينيان متأثرين بجروحهما برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في قرية شوفا جنوب شرق طول كرم وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشبين يبلغان من العمر 23 عاما و27 وهما من مخيم طول كرم فيما أشرت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشبين أثناء مرورهما بمركبتهما عبر الشارع الرئيس الغربي في شوفا وقامت بسحبهما منها على الأرض وتركهما ينزفان مدة طويلة دون سماح لمركبة إسعاف الهلال الأحمر بالوصول إليهما وكانت قوات الاحتلال الصهيوني قد أغلقت مداخل القرية بشكل كامل ومنعت الدخول إليها أكدت جبهة البوليزاريو أن الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة حول تقرير المصير ولا استقلال مشددة على أنه سيواصل استخدام جميع الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوقه وفق تعبيره ودعى ممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو سيد محمد عمار في كلمة له أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار دعى الدول الأعضاء في اللجنة إلى احترام وتعزيز حرية الشعب الصحراوي والعمل من أجل ضمان إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا منوها أن ذلك من شأنه التمكين لنهاية أحد أبشع الفصول وأكثرها وحشية في تاريخ القارة الإفريقية وفق وصفه أدانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مفرزة للقوات العسكرية في تيباطول بن نيجر وخلف عشرات القتلى والجرحى وأعربت الجزائر في بيان للخارجية عن تضامنها الكامل مع جمهورية النيجر وشعبها وتمسكها بالحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا البلد المصدر ذاته أضاف أن الجزائر تطالب المجتمع الدولي لتكثيف التعاون والتنسيق الجهوي والدولي لمكافحة الإرهاب الذي يعرقل جهود إرساء الأمن والتنمية في منطقة الساحل وفي القارة الإفريقية ترأس وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب مناصفة مع مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون الاجتماع السنوي الخامس رفيع المستوى لحوار الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل الاجتماع الخامس لحوار الطاقة يبحث آليات الحوار التي أقرتها الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وكذا المواضيع ذات الاهتمام المشترك كافة ومراجعة التقدم المحرز والتعاون في مجال الطاقة وافاقها لا سيما ما يخص تموين أوروبا بالغاز الطبيعي والربط الكهربائي والطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين تستضيف مدينة غرناطا جنوب إسبانيا الخميس والجمعة اجتماعات أوروبية موسعة تناقش قضايا الدفاع والهجرة وتوسعة الاتحاد الأوروبي والاستقلال الاستراتيجي لأوروبا والنزاعات التي تشهدها القارة وعلى رأسها الحرف أوكرانيا ويخصص الخميس لاجتماعات قادة المجموعة السياسية الأوروبية التي تضم دول الاتحاد الأوروبية السبع والعشرين بالإضافة إلى عشرين دولة أوروبية لا تنتمي إلى الاتحاد أما اجتماعات الجمعة فتقتصر على قادة دول الاتحاد الأوروبي انتهى الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية اللي قلت في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة